تحياتي وأهلاً وسهلاً بحضراتكم من عظمة اللغة العربية أن كل لفظ فيها ليه معنى خاص حتى لو فيه تشابه أو مرادفات هتلاقي دايماً فيه فروق دقيقة جداً ما بين الألفاظ دي نفس الأمر بينطبق على الأفعال أو على الجمل الكبيرة فيه فرق كبير ما بين أنك تكون صانع الإنجاز والخبر نفسه وأنك تكون مجرد ناقد للخبر فيه فرق كبير برضو ما بين هدمك لكل فكر للآخرين والتشكيك فيهم وما بين أنك تكون إيد فيه فريق عمل بيعمل إنجازات حقيقية على أرض الواقع وفيه فرق كبير ما بين نومك في بيتك ونقدك لكل شيء وما بين وجودك على الأرض بفكر وعلم وخبرة بتحاول تعمل وتنجز شيء حقيقي بعيداً عن كلمة أصلنا كان نفسي التمني بلا إرادة هو نوع من أنواع أحلام لأقصى موسيقى موسيقى موسيقى